اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا على انهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل ودمار ومن معاناة للشعب السوري وانعكسات سلبية وإقليمية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويخلصها من الإرهاب وخلال اجتماع تشوري عقد في العاصمة الأردنية عمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري شقيق أكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في بيان ختمي ضرورة تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين يفضي إلى قرور جميع الكوات الأجنبية غير المشروعة منها وبما يحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها كما تفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية بشأن الوضع الإنساني والأمني والسياسي نعرف أن التحديات في هذا المسار كبيرة بعد 12 عام من الأزمة تركت انعكاسات وتدعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة لكننا مقتنعون تماما أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمر مرة أخرى ما نريده هو أن تنتهي الأزمة ولقاء اليوم بنى على تفاهماتنا التي كنا قد أنجزناها ما بين أشقائنا استنادا إلى المبادرة الأردنية القائمة على أن يكون هناك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة بما ينسج مع القرار 2254 وما يؤدي كما قلت إلى معالجة الأزمة وكل تداعياتها استنادا إلى مبادرة أشقائنا في المملكة العربية السعودية إلى الجهود التي قامت بها كل الدول العربية التي كانت في إطار عملية التنسيق هذه فبالتالي ما كان اليوم هو حصاد لجهود مشتركة ولتنسيق مستمر